لن تمرر حكومة الكاظم على ما يبدو حتى تجتاز أصعب مراحلها وهي إرضاء الكتل السياسية الكبيرة والحفاظ على حصاصها من الحقائب الوزارية فإن كانت قد اجتازت مرحلتها الأولية فإنها ستقع في مطب المساومات السياسية بين هذه الكتل مصادر مطلعة في بغداد كشفت أن الكاظم اجتمع مع القوى الشيعية في منزل زعيم ميليشيا بدر هادي العامري لبحث ملف الوزارات وبحسب هذه المصادر فإن المجتمعين اتفقوا على إجراء تغيير في بعض المرشحين للكبينة الوزارية وترشيح آخرين بدلا عنهم حيث رفضوا بعض الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية وخاصة الوزراء الذين يشغلون مقاعد وزارية في حكومة عادل عبد المهدي وكذلك وزراء حكومة العباد السابقة ولم يعرف بعد متى سيغلق سوق بيع الوزارات واستبدالها حيث ان الظروف الحالية للعراق غيرت نمطية المحاصصة وفرضت معطيات جديدة لا بد ان تراعى للوصول الى اتفاق نهائي بين الكتل على الوزراء ومظفي الدرجات الخاصة ايضا سوق مساومات ومزاد مغلق للكتل السياسية النافذة يجري خلاله احتكار المفاتيح الحقيقية لادارة العراق الجديد وتترك الوزارات الشكلية لبقية الكتل التابعة هذا المشهد اعتاد عليه العراق في بداية اطلاق كل حكومة وبالنهاية مزيد من الفساد والضياع لمقدرات البلاد واغراقها بالفقر والتدهور العلمي والتفكك الاجتماعي ومع كل حكومة جديدة لا بد ان تقع على العراق مصيبة جديدة ادها واخطر من سابقاتها